آخر قبل ما أتحدث إليكما آخر الأنباء تتحدث عن تعادل اليابان ولست أدري ربما سجلت الثاني يعني عبار ما عبار ما أعرف يعني عفناهم هسا واحد صفر والثاني معلق يعني شاهدنا الشوط الأول ويمكن متفقين كنا أنا وإستاذ كاتن خالف على أنه الفريق الياباني ممكن يحدث المفاجئ يعني رغم أنه التفوق الفريق الإسباني فنيا كل الأمور هي تجد صالح الفريق الإسباني لكن أعتقد أنه الفريق اليابان قادر مثل ما قدر يقلب التأخير مع المنتخب الألماني من نتيجة واحد صفر وقدر يقلبها في الشوط الثاني الآن يتفوق بهدفين فأعتقد أنه موضوع وارد يمكن حتى البارحة بحديثنا قلت الفريق اليابان ما رح يكون سيسهل للفريق الإسباني في اليوم نعم قبل ما أنتقل إلى مبارات كرواتيا وبلجيك أعتقد فريق يقلب تخلف أمام منتخبين بحجم ألمانيا وإسبانيا يستحق المرور على أقل التقديرات إلى الدور الثاني الإحساس هنا نشوف ممكن إياه اللي يتحدث عنها لكوستري كانت تتعادل مع ألمانيا بهدف لهدف واليابان تتقدم على إسبانيا اليابان راح نعم اليابان إلى حد الآن إلى حد الآن المنتخب الألماني لا أقول لك شعب منتخب الألماني أقول لك شعب منتخب الألماني لا تطمن على ما يوصل للحكم بيته يا أبي انتي حي انتي الألماني والآخر كواني هم مين عفوا ومين حزوا ترجمة نانسي قنقر